السلام عليكم ورحمته وبركاته في فيديو سابق تحدثت عن أنواع بطارية الطاقة الشمسية وقارنت بينها من حيث مواصفاتها من حيث حاجتها للصيانة من حيث كفاءتها ومن حيث العمر الإفتراضي وأيضا التكلفة في هذا المثال سأتحدث حول كيف نحسب عدد البطاريات لمنظومة مستقلة عن الشبكة منظومة لا تعمل بالتوازج مع شبكة الكهرباء وتسمى Off Grid Solar System هذا النوع من المنظومات تحتاج إلى بنك بطاريات إلى مخزن بطاريات من أجل نستخدمه أثناء الليل لتغذية الأحمال الكهربائية الحسابات في هذا النوع من الأنظمة لازم يكون دقيق لأنها مسألة حرجة علشان ما تفشل عندك المنظومة في تلبية الطلب على كمية الطاقة المطلوبة أثناء فترة الليل يجب أن تكون حساباتك دقيقة في هذا الفيديو إن شاء الله سأتحدث وسأوضح كيف نحسب عدد البطاريات بطريقة علمية دقيقة بحيث تكون عندنا المنظومة يكون عندنا بنك البطاريات موثوق كمصدر للطاقة قادر على تلبية احتياجنا للطاقة في أسوأ الظروف حتى في عندنا مجموعة من الأحمال الكهربائية بناء عليها بنحسب عدد البطاريات طبعا أول خطوة لحساب عدد البطاريات لازم تحدد عندك الأجهزة الكهربائية جميع أنواع الأجهزة الكهربائية لازم تحددها وتعرفها وعددها أيضا إلى جانب القدرة الكهربائية لكل الجهاز وساعات التشغيل في اليوم في النهار وفي فترة الليل لكل الجهاز على حده وأيضا كمية الطاقة المطلوبة للجهاز تحددها تحسبها كمية الطاقة المطلوبة بل كيلوات ساعة للجهاز خلال فترة النهار وخلال فترة الليل وأيضا خلال اليوم بالكامل يهمنا معرفة كمية الطاقة المطلوبة للجهاز نهارا وليلا فالليل سنحسب عدد البطاريات بناء على كمية الطاقة المطلوبة ليلا وليس نهارا وليلا كمية الطاقة المطلوبة خلال اليوم بالكامل من أجل نقلل عدد البطاريات وفقط يهمنا كمية الطاقة المطلوبة توفيرها خلال فترة الليل لأن مصدرها سيكون من البطاريات خلال فترة النهار ستكون عندنا المنظومة قادرة على تغذية الأحمال مباشرة من الألواح الشمسية عن طريقة الانفيرتر إذن أول جهاز كهربائي عندنا لمبات إنارة لد العدد 20 والقدرة الكهربائية لكل لمبة 6 وات وساعات التشغيل 0 ساعة في النهار و 12 ساعة ليلا لهذه اللمبات كمية الطاقة المطلوبة خلال النهار لللمبات 0 كيلوات ساعة في النهار لأن لمبات لا تعمل خلال النهار ليلا كمية الطاقة المطلوبة لتشغيل لمبات الإنارة لمدة 12 ساعة خلال الليل تساوي 1.44 كيلوات ساعة كم حسبنا هذا الرقم؟ من خلال ضرب القدرة الكهربائية لللمبة الواحدة 6 وات في عدد اللمبات في 20 ضرب ساعات التشغيل 12 يصبح عندنا كمية الطاقة المطلوبة تساوي 1.44 كيلوات ساعة كمية الطاقة المطلوبة خلال اليوم؟ المجموعة الطاقة المطلوبة نهارا وليلا ويساوي 1.44 كيلوات ساعة الجهاز الثاني عندنا ثلاجة سعة 255 لتر وعدد واحد القدرة الكربائية لهذا الثلاجة 100 وات وساعات التشغيل للثلاجة خلال النهار خمس ساعات وخلال الليل خمس ساعات أيضا لو سألتني لماذا خمس ساعات ليلا وخمس ساعات نهارا لماذا لا تعمل الثلاجة 24 ساعة الإجابة لأن الثلاجة لا تعمل كل الوقت تعمل فقط 33% من الوقت بمعنى 8 ساعات يوميا الثلاجة تعمل هذا المتعارف عليه لكن في وقت الصيف لا شك أنها تعمل أكثر ولذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أسوأ الظروف من أجل أن نلبي احتياجة الثلاجة من الكهرباء في أسوأ الظروف ولذلك نقول خمس ساعات نهارا وخمس ساعات ليل طبعا ما في طريقة معينة دقيقة لحساب استهلاك الثلاجة وما عندك حل إلا أنك تحصل على كمية الاستهلاك السنوي للثلاجة المتوفر على الاستيكر أو الملصق الذي توفرها الشركة المصنعة لهذه الثلاجة أو هيئة المواصفات والمجايز في بلدك وتعرف كم تستهلك هذه الثلاجة سنويا من الطاقة ثم تكسم على عدد أيام السنة 365 يوم لتحصل على كمية أو متوسط الاستهلاك اليوم من الطاقة لهذه الثلاجة لكننا لا نبحث عن المتوسط لأننا قلنا نصمم على أسوأ الظروف المتوسط معناه هناك أيام ستستهلك الثلاجة أكبر من المتوسط وأيام ستستهلك أقل من المتوسط نحن نبحث عن أكبر كمية من الطاقة ممكن تستهلكها خلال اليوم الواحد ونصمم بناء عليها علشان تكون عندنا منظومة موثوقة نكون قادرين على تلبية الطلب على الطاقة في أسوأ الظروف ولذلك في هذه الثلاجة التي استخدمتها في هذا المثال كمية الطاقة المستهلكة سنويا تساوي 262.8 كيلوات ساعة سنويا لو قسمناها على 365 يوم نحصل على متوسط الاستهلاك اليومي يساوي 0.72 كيلوات ساعة 0.72 كيلوات ساعة يوميا تستهلك هذه الثلاجة خلال اليوم هذا المتوسط ولازم أنا أعمل حسابي بحيث يكون عندي كمية الطاقة المطلوبة للثلاجة أكبر من المتوسط علشان ألبي احتياجها في أسوأ الظروف لذلك أعملت خمس ساعات اكترحت خمس ساعات نهارا وخمس ساعات ليلا ليصبح عندي كمية الطاقة المطلوبة نهارا لهذه الثلاجة نصف كيلوات ساعة وليلا نصف كيلوات ساعة المجموع خلال اليوم 1 كيلوات ساعة أكبر من المتوسط نلاحظ أن المتوسط عندي السنوي بناء على مواصفات الثلاجة المتوسط 0.72 كيلوات ساعة لكن علشان نكون في الستيف صايد نقول 1 كيلوات ساعة خلال اليوم بالكامل الجهاز الثالث عندي قلاية شاي ساعة 1.7 لتر أدد واحد والقدرة الكهربائية للقلاية 1600 وات ساعات التشغيل في اليوم ربع ساعة خلال النهار ربع ساعة خلال الليل فقط كمية الطاقة المطلوبة نهارا لتشغيل الغلاية 0.4 كيلوات ساعة وخلال الليل 0.4 كيلوات ساعة أيضا وبالتالي يصبح الكمية الطاقة المطلوبة خلال اليوم بالكامل 0.8 كيلوات ساعة لتشغيل الغلاية الجهاز الرابع عندنا تلفاز 55 إنش وهذا الجهاز عندنا واحد جهاز واحد تلفاز واحد والقدرة الكهربائية للجهاز 100 وات مع معدات الخاصة فيه من ريسيفر و سبيكرز وغيره وساعات التشغيل فاليوم للتلفاز خمس ساعات في هذا المثال عفواً ثلاث ساعات وخلال الليل ثلاث ساعات طبعاً أنت من تقرر كم عدد الساعات كم عدد الساعات عمل الأجهزة عندك لازم تحددها بدقيق علشان يكون التصميم بدقيق وكمية الطاقة المطلوبة بالكيلوات ساعة لتشغيل التلفاز خلال النهار 0.3 كيلوات ساعة وخلال الليل 0.3 كيلوات ساعة للتصبح كمية الطاقة المطلوبة خلال اليوم ساوي 0.6 كيلو وات ساعة الجهاز الأخير عندنا مكيف سبلت 18 ألف وحدة حرارية طن ونص يعني 1.5 هالطن حدد واحد والقدرة الكربائية للمكيف 1450 وات أما ساعات التشغيل في اليوم بما أننا راح نصمم على أسوأ حالة في وقت الصيف في المملكة العربية السعودي وفي دول الخليج المكيف يعمل 24 ساعة خلال الصيف لذلك خلال ساعات النهار 12 ساعة في وقت النهار سيعمل هذا مكيف وخلال الليل 12 ساعة وبالتالي كمية الطاقة المطلوبة خلال النهار تساوي 17.4 كيلو وات ساعة كيف حسبناها نعيد ونؤكد على أن هذا الرقم حسبناه من خلال ضرب 12 ساعة النهار 12 ساعة ضرب القدرة الكربائية للمكيف 1450 ضرب العدد واحد نحصل على كمية الطاقة المطلوبة خلال النهار وبالمثل كمية الطاقة المطلوبة خلال الليل 17.4 كيلوات ساعة المجموع مجموعة كمية الطاقة المطلوبة تساوي 34.8 كيلوات ساعة جميل الآن حسبنا الطاقة المطلوبة ليلا ونهارا لجميع الأجهزة عندنا التي سنحسب لها عدد البطاريات التي ستغضي هذه الأجهزة خلال فترة الليل المجموع مجموع القدرة الكربائية لجميع هذه الأجهزة لجميع أن نحسبها تساوي 3850 وات وهذا الرقم مهم جدا من أجل تحديد حجم أو قدرة المحول وأيضا تيار الشحن للبطاريات هذا الرقم ضروري جدا لجميع أن نحسب القدرة الكربائية للأحمال بالكامل وسأتحدث في فيديو منفصل عن كيف نحسب كيف نحدد حجم المحول وتيار الشحن للبطاريات الرقم الثاني عندنا مجموع كمية الطاقة المطلوبة خلال النهار نجمع كمية الطاقة المطلوبة لكل الجهاز المجموع الأجمالي 18.6 كيلوات ساعة هذا كمية الطاقة المطلوبة خلال النهار أما كمية الطاقة المطلوبة خلال الليل وهذا ما يهمني في هذا المثال لأن الهدف من هذا المثال حساب عدد البطاريات يهمني كمية الطاقة المطلوبة خلال الليل أجمع كمية الطاقة المطلوبة لكل جهاز لنحصل على المجموع يساوي 20.04 كيلو وات ساعة أما أجمالي الطاقة لجميع الأجهزة خلال اليوم بالكامل جميع الأجهزة تساوي 38.64 كيلو وات ساعة هذا الرقم يهمني من أجل حساب عدد الألواح الشمسية وسأتحدث في فيديو من الفصل أيضا كيف نحسب عدد الألواح الشمسية في هذا المثال سنتحدث فقط سأوضح كيف نحسب عدد البطاريات جميل بما أننا حصلنا الآن على كمية الطاقة المطلوبة ليلا وتساوي 20.04 كيلو وات ساعة الآن نحسب ساعة بنك البطاريات ويساوي كمية الطاقة المطلوبة ليلا والتي حسبناها من خلال الجدول السابق تساوي 20.04 كيلو وات ساعة نضربها في عدد الأيام الاحتياطية كم أحتاج يكون عندي أيام احتياطية؟ كم أحتاج من أيام بحيث يكون عندي طاقة مخزنة في البطاريات تحسباً لأي ظروف سواء الأيام أمطار أو غيوم ما فيه شمس تشحن البطاريات كما الأيام الاحتياطية التي يجب أن يكون عندي كمية من الطاقة مخزنة في بنك البطاريات بحيث تغذي للأحمال خلال قيابة الشمس طبعا في المنطقة العربية الأيام التي تغيب فيها الشمس أيام نادرة خلال السنة على العكس من دول أوروبا حيث تغيب عندهم الشمس تغيب الأيام أحيانا الأسابيع وبالتالي عدد الأيام الاحتياطية راح نضعها واحد في هذا المثال وإذا حابت تكون منظومتك أكثر موثوقي تضع اثنين لأن كلما ضعفت عدد الأيام كلما ضعفت عدد البطاريات وبالتالي زيادة في التكلفة ذلك لازم توازن ما بين دقة الحسابات وما بين الكلفة الاقتصادية نقسم على عمق التفريق وعمق التفريق تكلمت عنه في الفيديو السابق الخاص بأنواع البطاريات ومواصفاتها كل نوع من أموعة البطاريات له عمق التفريق معين وعمق التفريق معناه كم كمية الطاقة التي أقدر أستفيد منها من البطارية إذا شحنت البطارية بنسبة 100% ما راح تعطيني 100% لما أفرقها بناء على نوعها نوعها البطارية الرصاصة السائلة تعطيك أقصى أو إلى غاية 80% من الطاقة المخزنة فيها هذا عمق التفريق للبطاريات إذا فرقتها أكثر من 8% راح تدهور يدهور العمر الإفتراضي للبطاريات لذلك لازم تتكيد بعمق التفريق الخاص بنوع البطاريات التي راح تستخدمها في المنظومة فالمثال عندنا راح نستخدم بطارية من النوع بطاريات حمض الرصاصة السائلة وعمق التفريق لها 80% طبعا فيه بطاريات البطارية الحديثة بطارية 300% باتري يصل عمق التفريق إلى 100% في بعض الأنواع وهذا رقم كبير جدا معناه أن الإفشنسي لها 100% إفشنسي عالي جدا نضرب عمق التفريق في كفاءة النظام عندنا لسز خسائر في عملية الشحن والتفريق خسائر في الكابلات لذلك لازم نضرب في كفاءة النظام بحيث تكون علشان تكون حساباتنا دقيقة لازم ناخذ بعين الأتبار الإفشنسي للنظام ككل ويوصى بأنك تستخدم الكفاءة التي تكون 90% يعني تضرب في 0.9 إذا حاب تكون أكثر دقة حساباتك أكثر دقة إذا عندك المنظومة كريتكل الأحمال الحرجي يعني حاب تكون المنظومة يعتمد عليها وموثوقها تعتبر الكفاءة النظام 8% بمعنى أنك راح تضرب في 0.8 ثم تضرب في جهد النظام جهد النظام تحدد جهد النظام بناء على عدد البطاريات عندك الجهد المتعرف عليه جهد النظام إذا عندك أحمال أقل من 1 كيلوات يكون عندك جهد النظام 12 فلت إذا عندك نظام أكبر من 1 كيلوات أو أقل من 5 كيلوات جهد النظام عندك راح يكون 24 إذا عندك حفوا من 1 كيلوات إلى 3 كيلوات أكبر من 3 كيلوات يكون 48 فولت أو 96 فولت في حالتنا عندنا كمية أحمال القدرة الإجمالية للأحمال الكربائية تتجاوز 3 كيلوات وبالتالي من الجدول طبعا جمعنا قدرة الأحمال الكربائية وطلعت عندنا أكبر من 3 كيلوات وبالتالي جيد النظام عندنا راح نختاره ليكون 48 فولت وهذا الرقم يؤثر على كيفية توصيلك للبطاريات على التوالي وعلى التوازي وبوضحها لاحقا كيف نوصل على التوالي وعلى التوازي من أجل نحصل على جهد 48 فولت وراح يؤثر على كيفية التوصيل هذا الرقم إذن ساعة بنك البطاريات عندنا الآن بلغة الأرقام نعوض بالأرقام كمية الطاقة مطلوبة ليلا؟ 20.04 كيلوات ساعة نضربها في عدة الأيام الاحتاطية اعتبرناه يوم واحد لو حاب تكون أكثر دقة قلنا تضع يومين من أجل تزيد من وثقة النظام لكن عدد البطاريات راح يتضاعف عندك نقسم على عمق التفريغ 0.8 قلنا البطاريات عندنا نوعها بطاريات حمض الرصاص السائلة وعمق التفريغ لها 8% ثم نضرب في كفاءة النظام 0.9 كفاءة اعتبرناه 90% ثم نضرب في جهد النظام والذي حددناه 48 فولت جميل جداً الآن ساعة بنك البطاريات بعد ما نضرب ونقسم هذا الأرقام مع بعض يصبح عندنا ساعة بنك البطاريات يساوي 579.86 أمبير ساعة هذا ساعة بنك البطاريات الباتري ستورج سيستم من خلال هذا الرقم نستطيع الآن حساب عدد البطاريات ونشوفها الآن كيف إذن قلناكم من التطاقة مطلوبة ليلة حصلنا عليها من الجدول السابق ومن خلالها استطعنا حساب ساعة بنك البطاريات عندي ساعة بنك البطاريات 579.86 أمبير ساعة الآن نقدر نحسب عدد البطاريات عدد البطاريات يساوي ساعة بنك البطاريات ويساوي 579.86 أمبير ساعة على ساعة البطارية الواحدة جميل من أين نأتي بساعة البطارية الواحدة أنت من تقرر ساعة البطارية الواحدة تختار بطارية من السوق بساعة معينة وبجهد معين في هذا المثال أخترنا بطارية طبعا الآن نقسم ساعة بنك البطاريات على ساعة البطارية الواحدة اخترنا في هذا المثال بطارية ساعتها 200 أمبير ساعة والجهد البطارية 12 فوت أنت بإمكانك تختار بطارية ساعة 300 أمبير ساعة ساعة 250 أمبير ساعة ساعة 600 أمبير ساعة بناء على المتورف السوق وبناء على تقديرك في هذا المثال استخدمنا بطارية ساعتها 200 أمبير ساعة وجهدها 12 فوت من خلال قسمة ساعة بنك البطاريات المطلوب على ساعة البطارية الواحدة الآن نستطيع الحصول على عدد البطاريات ويساوي 2.89 ونقربها إلى أقرب رقم صحيح يساوي ثلاثة إذن عدد البطارية المطلوب عندنا ثلاث بطاريات ثلاث بطاريات بحيث كل بطارية 200 أمبير ساعة لو جمعنا 200 أمبير ساعة زائد 200 أمبير ساعة زائد 200 أمبير ساعة ثلاثة البطاريات نستطيع الحصول على رقم أكبر من ساعة طنك البطارية المطلوب 600 جميل لازم نكون فوق الرقم المطلوب من ساعة بنك البطاريات إذن عدد البطاريات عندنا ثلاثة ولكن لاحظ أن عندنا جهد البطارية الواحدة 12 فولت الآن جميل الساعة تمام حققنا عام للساعة ساعة بنك البطاريات استطاعنا الوصول إليه من خلال ثلاثة بطاريات جمعناهم كيف نجمعهم طبعا نوصلهم على التوازي على التوازي موجب عن موجب والسالب مع السالب وأستطعنا الحصول على 600 أمبير ساعة مجموع ساعات البطاريات لكن هذه البطاريات جهدها 12 فولت ولما وصلها على التوازي رح يبقى الجهد مثل ما هو لما وصل الموجب مع موجب وسالب مع السالب يبقى الجهد 12 فولت فالآن عندي بنك بطاريات الجهد 12 فولت وسعة 600 أمبير ساعة فأنا حققت عامل السعة وما حققت عامل الجهد اللي حددته جهد النظام حددته 48 فولت كيف أوصل إلى جهد 48 فولت من خلال توصيل أربع بطاريات على التوالي على التوالي سالب مع موجب وسالب مع موجب وبنشوف كيف نوصل على التوالي وعلى التوازي إذن طالما عندي أربع بطاريات على التوالي وثلاثة بطاريات على التوازي رح يصبح عندي ثلاثة ضرب أربعة ليصبح عدد البطاريات المطلوب 12 بطارية إذن عندي 12 بطارية من أجل الحصول على سعة 579.86 أمبير ساعة ساعة تلبك البطارية المطلوب لتلبية الطلب على الطاقة المطلوبة والتي هي 20.04 كيلوات ساعة وجهد 48 فولت للنظام نشوف الآن كيف نوصل البطاريات على التوالي وعلى التوازي بحيث نحصل على جهد 48 فولت وساعة 600 أمبير ساعة بأنك البطاريات تحددنا الجهد 48 فولت وساعة 600 أمبير ساعة طبعا عندي البطارية التي اخترتها 200 أمبير ساعة ساعتها وجهدها 12 فولت فشوف كيف نوصل على التوالي وعلى التوازي علشان نحصل على الجهد المستهدف والسعر المستهدفة عندي أربعة بطاريات ساعة 200 أمبير ساعة كل بطارية و 12 فولت الجهد لكل بطارية أحدد الموجب والسالب لكل بطارية الأقطاب ثم طبعا الجهد 12 فولت لكل بطارية الآن أوصل السالب مع الموجب سالب البطارية الأولى مع القطب والموجب للبطارية الثانية من أجل أوصلهم على التوالي ثم أوصل السالب للبطارية الأولى الثانية مع الموجب للبطارية الثالثة والسالب للبطارية الثالثة مع الموجب للبطارية الرابعة بهذا الطريق الآن أنا وصلت أربع بطاريات على التوالي وبدل ما كان الجهد 12 فولت لكل بطارية الآن أستطيع جمع الجهد ليصبح الجهد 48 فولت إذن عندي الآن أربع بطارية على التوالي موصلت على التوالي والجهد 48 فولت مجموعة الجهد لاحظوا أن عندي الآن موجب في الأعلى وسالب في الأسفل كأنها بطارية واحدة الآن بجهد 48 فولت جميل جدا لكن السعه الآن 200 أمبير ساعة السعه ما تغيرت لأنني وصلت على التوالي لما وصل على التوالي الجهد يطاع فأستطيع جمع الجهد لكن السعه ما أستطيع جمعها الجهد السعه نفسها 200 أمبير ساعة وأنا السعارة المطلوبة مني 600 أمبير ساعة إذن لازم نحتاج صفين آخرين أو مجموعتين ثانيتين مجموعتين ثانيتين كل مجموعة أربعة بطاريات إذن لازم عندي مجموعة ثانية أوصلها أيضا على التوالي بنفس الطريقة السابقة لأحصل على جهة 48 فولت ومجموعة ثالثة أيضا أوصلها على التوالي وأحصل على جهة 48 فولت جميل جدا الآن عندي ثلاث مجموعات كل مجموعة أربعة بطاريات وأوصلها الآن على التوازي من أجل أحصل على ساعة 600 أمبير ساعة نشوف كيف نوصلها على التوازي إذن هذه البطاريات بعدما وصلتها على التوالي عندي ثلاث مجموعات نوصلها على التوالي الآن لازم أوصل على التوازي من أجل أحصل على ساعة 600 أمبير ساعة وصلنا نوصل القطبة الموجب مع بعض للثلاثة المجموعات في الأعلى طبعا كل مجموعة الآن 200 أمبير ساعة مثل ما تكلمت كل مجموعة 200 أمبير ساعة فعلشان نجمع هذه الساعات بحيث أحصل على 600 أمبير ساعة لازم أوصل على التوازي توصل على التوازي معناها الموجب مع الموجب والسالب مع السالب أوصل الجميع المجموعات مع بعض القطبة الموجب للمجموعة الأولى مع القطبة الموجب للمجموعة الثانية مع القطبة الموجب للمجموعة الثالثة كذا وصلت المجموعة الثلاث الموجب وأصبحت موصولها المجموعة الثلاث على التوازي in parallel التوالي in series الآن in parallel القطبة السالب أوصلها مع بعض جميل جدا الآن عندي أستطيع جمع الساعات إذن 200 أمبير ساعة زائد 200 أمبير ساعة للمجموعة الثانية زائد 200 أمبير ساعة للمجموعة الثالثة تصبح عندي الآن يصبح عندي بنك بطاريات موصل على التوالي وعلى التوازي الجهد لبنك البطاريات 48 فولت لأنني لما أوصل المجموعة على التوازي الجهد يبقى نفسه 48 فولت ولما أوصل على التوازي أستطيع جمع الساعات تصبح عندي ساعات بنك البطاريات تساوي 600 أمبير ساعة إذن بهذا الطريق أستطعنا تصميم أو حساب عدد البطاريات 12 بطارية كل بطارية ساعة 200 أمبير ساعة وجهة 12 فولت وأستطعنا توصيلهم على التوالي وعلى التوازي بحيث نحصل على جهد النظام المطلوب وساعة بنك البطارية المطلوب والذي سيقوم بتلبية الاحتياج من الطاقة خلال الليل لتغذية الحمال الكربية التي ذكرناها في الجدول إذن هذا كل شيء ما يتعلق بحساب عدد البطارية وكيفية توصيلها على التوالي وعلى التوازي من أجل تحصل على جهد النظام المطلوب وعلى ساعة بنك البطارية المطلوب لتغذية الأحمال لديك خلال فترة الليل يعطيكم العافية أنا ناصر صبر شكرا على مشاهدة وصعد الله وقافرهم والسلام عليكم اشتركوا في القناة